دلوقتي خلونا نتابع تقرير عن هدايا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المخصصة لأسر شهداء الشرطة وليس بحس بيك جمبي في كل مكان وصوتك في المكان بيرن وليس بحان وحاسس بيك هنا سمعني وشايفني شهداء قدموا أرواحهم للوطن فارقون بأجسادهم لكنهم أحياء بذكراهم في وجدان كل مصري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الاحتفاء بهم ومعهم في المناسبات والأعياد ومنها عيد الفطر المبارك يبعث لهم الهدايا دايماً بيفاجئنا بالتكريم وبيفاجئنا بالشكر وبيفاجئنا بكل حاجة حلوة تسعدنا وتسعد أولادنا نهاردة أنا مبسوطة جداً بوجودكم معانا ومن هدايا الرئيس وأن الرئيس مانتناش وابتكرنا ودي حاجة كويسة وإحنا فخرين بيه وحشني يا بابا ومحشني الكلام وياك تعالى في حلمي من فضلك أفض فضلك هما اللي بيضحوا في سبيل الوطن وربنا علشان إن احنا نعيش في بيتنا متطمنين وقاعدين متأكدين محدش هيجي يتعد علينا يعني كل مؤسسات الدولة بتهتم بينا وبتدينا المرتبة اللائقة بينا بناءً عن اللي شايفينه من السيد الرئيس من اهتمامه بسان طيبية السيد الرئيس بعتلكوا الهدية دي من ناس بتاعدي الفترة ولي يلفخ عشان من قبما الهشتين أبويا ما ماتش أبويا شهيد بجنة وحي سيادة الرئيس اللقاءات بتاعته والسؤال بتاعه وكل حاجة يعني ايه مش مخلينا حسين ان احنا فقدنا حياة باية دايماً يبقى فاكرنا كده على طول ويا رب يعينه عشان نحمي بلدنا مصدق جداً اللي هو فاكرنا مش نسينا في الأعياد دايماً عشان بيقولوا اني بطل وابني بطل أبويا شهيد دي حاجة أكيد تشرفني الدولة دايماً متواصلة معنا وبتهتم بينا ودايماً مش نسينا في أي حاجة ودايماً رئيس على تواصل دايماً مع أولاد الشهداء ودايماً فاكرينهم عدى وقت طويل قوي من طرف الاستشهاد وهم على تواصل معنا ما نسوناش أبداً وليه ما فرحش أيا ما طلبها واتمناه وحقه ما رحش دا ربنا وعده بالجنة كل سنة انتو طائبين؟ طائبين دي هدية من السيد رئيسي الجمهورية بمناسبة عيد الفتو المباركة أبويا ما ماتش أبويا شهيد في جنة حي لولا همه احنا ما كانش زماننا عايشين والله يعني احنا جاء لولا إن فيه فصيل مننا طلع وقدم روحه وقدم حياته فداء للوطن وفداء للحرية وفداء للشعب المصري علشان يكون فيه نجاح بيكون فيه طبحية لو طولت أزعك في الدنيا بحالة وقولهم أنا أم البطن وأنا أم الشهيد والصيد الرئيس يعني فاكني في يوم حلو زي دهوت وكل سنة هو طيب وتنعاد عليه بخير وإحنا وراك في أي حاجة إحنا وراك ولي يلفخ عشان من أب ما لغشتين أبويا ما ماتش أبويا شهيد في جنة حي متشكرين عبدية اللي هو فاكرنا دايما في أي مناسبة في أي حاجة مش بإنسانة أسرة الشهداء كلنا الصراحة نصيبنا يعني الرئيس متأخر علينا في أي حاجة في أي مناسبة أي مناسبة بتحصل في العيد في أي حاجة الرئيس متأخرش علينا حتى في المدارس بتاعت الأطفال الحمد لله يعني ما ينتخرش عمي وحقه مرحش تربنا وعده بالجمال ولي يلفخ عشان من أبنا الرشتين حاجة جميلة جداً من ملايح اللي بار رسا فاكراني وكل منسبة بتجيلي وبتقدم لهدايا مبسوطة جداً بتحتفلوا بالشهداء واخدين بالكم منهم والرئيس يعني حسيتنا أنه هو أب مش رئيس دولة لا هو أب فعلا موسيقى وحقه مرحش تربنا وعده بالجمال ولي يلفخ عشان من أبنا الرشتين أبويا ممات أبويا سعيد في جمي دوحاين ولي مفرحش أيا مطلقها وبمانتان وحقه مرحش تربنا وعده بالجمال ولي يلفخ عشان من أبنا الرشتين أبويا ممات أبويا سعيد في جمي دوحاين جاءت سليمان يوم العرب هدهدة أهدت إليه جراداً كان في فيها وأنشأت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار مهديها لو كان يهدى للمرء قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها باختصار الهدية من رسيات الرئيس قيمة جداً وعظيمة جداً أيا كانت هياي الهدية لا تكمن في قيمتها المادية ولكن في التكريم المعناوي اللي أهدهلنا إنه فاكر شاهدنا وفاكر والدنا اللي ضحى بنفسه وضحى بدمه عشان البلد الهدية دي من سيادة الرئيس عظيمة جداً لأنها وإن دلت تدل على إن سيادة الرئيس مقدر هذا الدم اللي سال على الأرض اشتركوا في القناة